أشارت استطلاعات للرأي أجرتها أطراف متعددة حول السباق الانتخابي إلى أن لاعبين جددا قد يغيرون المعادلة السياسية في العراق التي تهيمن عليها أحزاب شيعية وكردية وسنية منذ عام 2005 بزعامة حزب الدعوة الاستطلاعات التي شكك بها كثيرون ممن ما لمؤشر تنافسهم إلى مراتب أقل من توقعاتهم نحو تقدم تحالف الفتح ودولة القانون المواليين لإيران إلى مراتب متقدمة قائمة النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي تراوح بين المرتبة الأولى والثانية وتراجعت قائمة الوطنية بزعامة أياد علاوي بسبب حملات التشويه التي طالت بعض مرشحيها وانضمام أحزاب تشبه شبهات مالية أما تحالف سائرون فقالت الاستطلاعات إنه سيحقق أقل من ثلاثين مقعدا ويأتي بعده تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم قائمة القرار العراقي ستتقدم القوائم السنية وبعدها حزب الحل ثم التحالف العربي في مدينة كاركوك تلك الاستطلاعات أثارت استياء أحزاب وكيانات ووصفها فرقاء بالمغرضة تقف وراءها جهات دفعتها أحزاب لجس نفض الشارع ومعرفة توجهات الناخبين أما أنصار الصدر فردوا عليها بتعاهدات تفيد بحزد مئة مقعد الاستطلاعات وإن تسببت في خلق سجالات إلا أن مراقبين قالوا إن نتائجها لا تتفق مع الواقع وإن نسبة الخطأ فيها تصل إلى عشرة في المئة